تقتنع أنه ما يجري نوع من تبادل الأدوار ما بين الفصائل المقامة والدولة باعتبارهم يجتمعون معا؟ يعني الدولة أنا أعرفها الدولة هناك وزارة الخارجية وهناك رئيس الوزراء على الأقل هذا ما ينبغي أن يكونه صوتا للدولة أنا أستمع لهؤلاء ولا أستمع إلى الميليشيات أنا من الناحية الظاهرة أناقش المسألة هذه النظرية أشألك ممكن ما فهمت سؤالي أستاذ سرمست أكون نظرية جديدة تقول أن هناك نوع من التماهي ما بين الدولة أكفت حسبة معينة يقال ما بين الدولة وما بين الفصائل نوع من الاتفاق ثنائية مارس أنتم مارس الدبلوماسية نحن نمارس ضغط نحو الاحتلال لا لا هذا نوع من التحايل والرغبة في مصادرة دولة دور الدولة هذا نوع من التحايل بالضبط هذا ما حدث في البداية أيضا حزب الله في لبنان أعلن أنه يحارب نيابة عن الدولة لتحرير الجنوب بعد أن انتهى من تحرير الجنوب ومزارع شبعة منطقة إشكالية غير متفق لأن حسب الاتفاق هي أرض سورية ونظام السوري لا يريد أن يعلن ملكيته لمزارع شبعة كان يبقى مسابة مسمار جحة موضع للخلاف بين لبنان ويبرر بقاء حزب الله فيما بعد حزب الله بعد هذا تحول إلى قوة للسطو على الدولة اللبنانية لاحظ معي أن القاسم المشترك هذا يفضي إلى ما أردت قوله قاسم المشترك بين حماس بين حزب الله بين هذه الميليشيات هو واحد الجهات الثلاث لا تعترف بوجود الدولة حماس لم تعترف بوجود السلطة الفلسطينية وصادرت قرار السلطة الفلسطينية وكانت قابة قوسين أو أدنى من إعلان دولة بشكل ما بما زلعان السلطة الفلسطينية أحياناً هذه الاختبارات